عاد الى ارض الوطن الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي والوفد المرافق له عقب انتهاء زيارته الرسمية الى جمهورية الكنغو الديمقراطية بدأت الزيارة بمناصم الاستقبال الرسمية واستعراض حرص الشرف وعزفت الموسيقات السلام الوطني لكل البلدين والتقى الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة بنظيره الكنغولي الدكتور كاباندا باكرونجا وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات العسكرية المختلفة واعرب الفريق اول محمد زكي خلال اللقاء عن اعتزازه بالعلاقات المصرية الكنغولية المشتركة واهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك وتعزيز اواصل التعاون والدعم في مجالات التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لكل الجانبين واشار وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء الكنغولي الى ان هناك توافقا في الرؤى حول كافة الموضوعات التي تهدف الى تطوير مجالات التعاون بين القوات المسلحة لكل البلدين وفي نهاية اللقاء وقع الجانبان على بروتوكول تعاون في مجالات الدفاع والتدريب والتأهيل ونقل الخبرات والارتقاء بالقدرات العسكرية بين الجانبين كما التقى الفريق اول محمد زكي مع سيد جام ميشيل سامالو كونديه رئيس وزراء الكنغو الديمقراطية حيث اعرب عن تطلعه ان تشهد المرحلة القادمة توافقا في الرؤى بشأن التحديات المشتركة وتطورات الموقف الاقليمي والتحديات الامنية العابرة للحدود والقضايا المؤثرة على الامن القومي للبلدين ترجمة نانسي قنقر